ايه اللي خلى الجاني يوصل لده و ايه اللي خلى اهل ما يخدوش بالهم من الحالة النفسية اللي فيهم امنهم رحمة الله عليها طمعا البنت ربنا يتغمدها برحمته ويصبر اهلها امين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ونها يرى ولا توكل ولا وما خافية كان اعظم يعني ربنا يرحم ولادنا جميعا ويصبر الاهالي مفيش حد فينا بيعيش مش احنا بنتكلم على مرض الخوف كتير مفيش حد فينا بيعيش حياة منطقية من غير ما يكون عنده قدر من الخوف صحي مش مرضي ولما حد مراهق مثلا في سن المراقب ان كان متدلع زيادة فوق انه هو اصلا بالخلقة كده شخصيته عنيفة وبيتعدى على حقوق الغير واي حاجة عايزها لازم تجيله ولو ما اسمعناش كلامه ويقوم يتعدى علينا وملوش رادع وملوش كبير ومعندوش خوف بيتعدى على ممتلكات وحريات وارواح الاخرين فاحنا لو رجعنا خطوة الوراء هنلاقي انه وكأنما كلنا جزء من السبب يعني الاهل يعني كفى بالمرء اثمن ان يضيع من يعول وانا مش معنى اني بقول حد يعني لازم افضل اي حاجة هو عايزها اعمل هاله ولو انا مش قادر عليها سيبه وخلاص بنكتهد علشان الولادنا يبقى عندهم كنترول فرمالة لازم يبقى فيه قدر ما من السيطرة على الولاد فاكرة حضرتك كنت زمان بقول يعني قليل من الدكتاتورية على مستوى التربية يفيد انما ان حد عايز حاجة معينة ما جاتلوش حاجة ممتعة بالنسبال وعلى كيفه يقوم يصل من التعدي لدرجة انه يزهق روح على مرأة ومسمع ودي المصيبة التانية على الملأ وناس شايفاه بعن ساق اصرار وبيتفرجوا عليه وهو مستنيها ومسك سكينة واحد بيصور وعلى مدى سنتين نفسه طويل وبقاله كتير عمال يقول ويهدد وكذا القصة التانية بتاعت الولادنا اللي بينتحروا واحد وراء التاني لما عندي سكرينشوت انا من الصفحة بتاعت مصطفى الله ارحمه اللي نطم البرج ده انبرح كاتب قبل ما يروح طبعا انا رايح اموت وانا للساني دلدل وعمال اقول بقالي سنين يا جماعة لما حد يهدد بانتحار ارجوكم اخدوا الموضوع بجدية شوية يعني معقول الواد الانتحر ده ما حدش شاف البوست اللي هو حطه على الفيسبوك انا رايح امتحر خلاص سلام عليكم وعندي اهو على التليفون ما فيش حد يكلم اهله من الفرينز بتوعه على الفيسبوك ما حدش استوعب الفترة اللي قبلها الحاجة التانية الاهل فين الاهل لما واحد يفضل انا ما عرفش طبعا نستقل رحمة الله على الموت جميعا ربنا يصبرهم ويصبر اهلهم ويصطرها علينا انما هو وضح انه كان فيه خلافيا دكتور مع الوالد لانه هو قال في وسيطه وانا انا كنت رأس اقول حاجة على الموتات بس مش بتكلم بانا واضح انه عنده مشكلة نفسية وصدام احسنت اوه مش قادر يستوعب ابوه احسنت قولنا بقى قبل كده برضو احنا الارضية بتاعة كلامنا علم تمام مش من خيالنا يعني انه اللي هو الواحد مننا لازم يبر عياله بانه اي بي سي كده برضو قلناها مئة مرة واذكر ونفسي لازم اسمع الولاد ولازم اخدهم بعين الجد شوية يعني البر دايما كنت بقول حاجة ياسمين البر بيجي من الاهل الاول يفنم رحم الله رجلا عانى ابنه على بره الله دي خلاص اه يعني انا مسئول انا لازم ابر ابني قبل ما اطلب انه يبرني فمش معقول انه هو الواحد ابن كلب ولا بتاع المؤاخزة عشان ما بيسمعش كلامي يودي له الجزمة تلع عنيف وطلع مجرم وطلع بياخد مخدرات وانا فين انا فين بقى ما هم الولاد في الاخر نتاكتر بيتنا ليهم هم زرع احنا بنزرع وبنرويها وبنكبرها فبتكبر فبنقطف الزرع اللي احنا زرعناها بس انا عايز ارجع تاني لمنطقة هو قتل البنت فكرة رفضوا المنطق ان هي رفضها هو هل معنى ان انا حد رفضني ان انا اروح اقتله فكرة هو نفسه مش متقبل يعني ايه حد يرفضني وهل معنى ان حد رفض حد ان الحد ده وحش لا ما اخدي بال حضرتك بس عشان نفصل في الموضوع ده ما مش كل ما حد يعمل حاجة غلط بنقول انه مرض ما كانش بقى في حقوقه بقى في الاخر ليه فيه شكل من الامراض النفسية اسمها الترباط الشخصية ترباط الشخصية دي مش كلها البني ادم اللي بتصرف تصرف بيذهب عقله هو بتصرف بيبقى عنده وعي برد لا بيبقى اه عن صبق اسرار مش فيه حاجة اسمها عن صبق اسرار وحاجة اسمها خطأ صبق الاسرار ده ان واحد فيه كامل وعيه وقوى ورفض توجيه المجتمع لي ورفض حق الاخر في ان يرفضه حضرتك يا استاذة مونة ليكي الحق انك ترفضين يعني تقولي عمر انا مش عايزة اتعامل معك فالواجب علي ان انا ارديكي وافهم حضرتك بتقولي كده ليه وحاول اتواصل معك لو قررتي قفلتي خالص الباب في وشي لازم اقبل لا مش هقفل يا دكتور شكرا